ليست من محض الخيال أن تستماح ساحة العراق الاقتصادية أمام عينيك وأنت تحلم بتوفير فرصة عمل في بلادك هؤلاء هم تجار الحياة في العراق أكثر من 750 ألف عامل وافد بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام 2020 منهم 300 ألف شخص من العمالة البنغالية غير قانونيين العدد الضخم الذي أزهق فرص عمل للعراقيين في سبيل إشباع الجيوب تعد أيضا على حقوق الإنسانية والكرامة للعمال الوفدين بنسبة كبيرة منهم سيما غير القانونيين ما جعل بعض أرباب العمل من عراقيين يهينون هنا صفعة على وجه بنغالي من سيدلاني عراقي صفعة للإنسانية والكرامة في عراق جعله أمثال هذا الشخص وجها آخر يرسم صورة كارثية عن صورة العراق الحقيقي في احتضان العمال من كل بقاع الدنيا وإكرامهم بالمعاملة والتقدير غياب الرقابة على قطاع العمل عموما وخفايا العمالة الوافدة واستغلالهم أبشع استغلال فجره هذا المقطع الذي نشر عصفة من الاستياء وقد يحدث العنف في وجوه كثيرة لعاملات وعمال وعراقيين أيضا تحت ذريعة العين المسؤولة التي وحدت الرسالة والمناشدة اليوم بضرورة إيجاد حل جذري يوقف شلال العنف سواء كان بحق أجنبي أم عراقي بعد أن باتت سطوة الطامعين في المتاجرة بنفوس البشر سلعة ترفع أسهم شريعة الغاب واستعباد الرقاب وهذه ليست مبالغة عندما تختبئ القصص في المسطور وترتفع أرقام الوافدين دون ضبط أو محظور ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر